أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على الأخلاق الطيبة وأن بها يصل الإنسان إلى درجات عالية فيقول عليه الصلاة والسلام إن المرأة ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم لذلك نجد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الحجرات يذكر لنا عددا من الأخلاق التي ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها لأنها ليست أخلاقا طيبة فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم في هذه الآية يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى عددا من الأخلاق التي ينبغي على كل إنسان أن يبتعد عنها مما ذكره الله سبحانه وتعالى من أخلاق سيئة الغيبة الغيبة هي أن يتحدث الإنسان عن شخص غائب بكلام يسوءه بكلام يكرهه هذا الغائب لا يحب أن يسمعه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الصحابة أتدرون ما الغيبة لما قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله إن كان فيه ما أقول يعني حتى وإن كان الكلام الذي سأقوله كلاما صحيحا قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته يعني فقد تحدثت عنه في غيابه بكلام يسوءه ووقعت في الغيبة ووقعت في الذنب إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته يعني كذبت وأتيت بكلام غير موافق للحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن لنا خطر الغيبة وبيّن لنا أنها من الأمور التي إذا فعلها الإنسان من الوارد جدا أن تفعل به فالجزاء من جنس العمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه شخص آمن شخص أسلم شخص يؤدي بعض العبادات لكنه يقع في أعراض الناس لكنه يغتاب الآخرين يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب الناس أول توجيه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا نغتاب الناس لا تغتاب الناس ثم ولا تتتبع عوراتهم فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته وكأن الجزاء من جنس العمل فكما تفعل يفعل بك ولو بعد حين كما قيل ولذلك استحب بعض أهل الله عز وجل العزلة أن يكون الإنسان بعيدا عن الناس لكن التحقيق الصحيح والذي ذكره سيدنا عبد الله ابن المبارك يقول العزلة ليست معناها أن تعذل نفسك عن الناس وأن تكون في مكان وهم في مكان وإنما العزلة أن تعذل نفسك عن الحال التي هم فيها فيقول سيدنا عبد الله ابن المبارك العزلة أن تكون مع الناس فإن ذكروا الله عز وجل ذكرت معهم وإن اغتابوا الناس وإن لم يذكروا الله عز وجل سكت فالعزلة الحقيقية أن يعزل الإنسان نفسه عن الحال السيء لا أن ينعزل بمكان وينفرد به بعيدا عن الناس أيها المشاهدون الكرام إن الأخلاق الطيبة هي التي أوصلت سيدنا لقمان الذي جاء ذكره في القرآن الكريم إلى هذه الدرجة التي نراها فالله عز وجل سمى سورة أو أنزل في قرآنه الكريم ووضع سورة من سوره تسمى بسورة لقمان هذه السورة تناولت بعض الأشياء التي تتعلق بسيدنا لقمان فقال الله عز وجل وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ أن يشكر لله سئل لقمان ما بلغ بك ما نرى ما الذي أوصلك إلى هذه المنزلة وهذه الدرجة فقال صدق الحديث وتقوى الله عز وجل وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني إن الإنسان إذا ابتعد عن الغيبة فقد تخلق بالأخلاق الطيبة إذا وقع في الغيبة فقد فعل شيئا نهى عنه الله عز وجل إذا أراد الإنسان أن يصل إلى الأخلاق الطيبة وإلى الحكمة فإن عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق إن عليه أن يبتعد عن كل ما نهى الله عز وجل إن عليه أن يبتعد عن الغيبة بكل ما يتعلق بها حتى يفوز في دنياه وفي آخرته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الأخلاق الطيبة مرد جميلة إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته